السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد عشر آدار مارس القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الأحد على الاثنين لينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و4 دقائق من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينيش لينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشاة وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والإصلاح القمر الآن بما إنه موجود في برج الحوت معناته اليوم بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كما إنه أكثر الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن أن البعض يبدأ بعلاقة حب جديدة ويمكن التأمل والصلاة والدعاء والابتهال والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول حدث رح نتكلم عنه وهو انتقال كوكب عطارد لبرج الحمل الساعة 4 دقيقتين صباحا من صباح اليوم الأحد رح ينتقل كوكب عطارد من برج الحوت لبرج الحمل ورح يستمر في حركة أمامية حتى مساء يوم الاثنين واحد أربعة وطبعا في هذا التاريخ رح يبدأ بعملية التراجع لهو مساء يوم واحد أربعة ولكن رح اليوم نذكر بس عن الحركة الأمامية اللي رح تستمر من اليوم الأحد اللي هو من الساعة 4 ودقيقتين صباحا رح يكون موجود في برج الحمل لغاية الساعة 10 و14 دقيقة من مساء يوم الاثنين واحد أربعة بعدها زي ما حكينا رح يتراجع خلال الفترة المذكورة بيشعروا موليد برج الحمل بقوة الإدراك والرغبة في الدراسة والمطالعة وبيتمتعوا بقدرتهم على الإقناع أو إقناع الغير بوجهة نظرهم وبينشطوا بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبيستفيد معهم أيضا موليد الأبراج النارية اللي هم الأسد والقوس والهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو وكل شخص لما انولد كان موجود عطارد موجود عنده في برج الحمل طبعا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع صارت موجودة على القناة بتقدروا ترجعوا وتسمعوا تأثيراتها على كل برج وإيش الإيجابيات إيش بده يحذر إيش الزوايا اللي رح تتشكل أما بالنسبة للزاوية اللي أولى اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي دل على ولادة الهلال أو القمر الجديد لبداية الشهر العربي الساعة تسعة صباحا بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة وأربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليف أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وكمان هذا وقت مناسب للراحة النفسية بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وابتم نحن كفاءات وخصوصا للأعمال الفنية المسرحية الروحانية أيضا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ الساعة سبعة واربع واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى الساعة اتناعش وتسعة عشر دقيقة بعد منتصف الليل لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير والزاوية اللي رح تتشكل وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وتسعة عشر دقيقة مساء طبعا هاي الزاوية تأثيراتها إلها ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمات فهي بتزيد من حد الذهننا وحدثنا ونقدنا تمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا ونجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة بتدل على إشادة الصحافة ووسائل الإعلام بمجهودات الدولة في محاربة الجريمة وكذلك التحولات الجذرية اللي أنجزتها الدولة في بعض القطاعات لتجديدها أو إحياءها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل عمليات جراحية لإلها عنا القدمان، أصابع القدم، الغد النخامية، الغد الصنوبرية، الأندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك إحنا بالفترة هاي أو خلال هذا اليوم نشعر بالأرق والقلق لزيادة عن اللزوم وقلة النوم وأيضاً الكوابيس والأحلام اللي ما إلها أي تفسير وأيضاً منشعر بالألام أكثر من المعتاد يعني ممكن نجد صعوبة حتى في تسكين الألم بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد لآخر يوم طبعاً لغاية الساعة 9 صباحاً بتوقيت جرينيتش بعدها لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي إلا بعد تقريباً أنه البعد ساعات الظهر بصير يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحود ذكرنا خلو المسار أنه رح يستمر لغاية الساعة 2 يعني من الساعة 7 و44 دقيقة من مساء اليوم رح يستمر لغاية الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد اليوم 29 في تمام الساعة 4 فجراً منبلش في يوم 30 نسبة الإضاءة 0% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20 ثلاثة سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح منتحسة بنسبة 10% القمر في الحوت حتى يوم 11 ثلاثة سعيد الآن بنسبة 10% ساعات الفجر منتحس بنسبة 40% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الحوت وبدو ينتقل للحمل زي ما ذكرنا ورح يظل بالحمل لغاية يوم 1-4 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 50% الآن في ساعات الفجر منتحس بنسبة 25% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% وقرنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي لأن القمر موجود في بيت المتاعب واللي ممكن هيك تشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن تتوجهوا للفحص أو العلاج إذا استدعى الأمر لذلك كثير من موليد برج الحمل ممكن يكون عندهم مراجعات طبية أو أدوية جديدة خذوا قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم بتحضوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوزوا مخاوف ما إلها أي أساس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زال اليوم لأن النشاط الاجتماعي ممتاز جدا فبتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو يشاركوا في حدث معين علاقات الصداقة بتكون جيدة ويسودها التقدير والثقة وممكن اليوم تحضى بمساعدة طرف ما لأمر ما بأرقك ولكن أحد المعارف مثلا يساعدك فيه برضو ممتاز جدا بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين بتحضوا بالشعبية وبتكون أعمالكم سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ولكن زي ما حكينا أنه هذا بيت السمعة فما بجوز مخالفة القوانين أو المجازفات أو الإهمال لأنه أي مشاكل اليوم ما رح تنحسب عليك بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم ما زال ممتاز جدا على مستوى الاتصالات البعيدة أو الخارجية أو الأمور التي تتعلق بالسفر أو حتى بالهجرة أو الأوراق والمعاملات القانونية والدراسة والامتحانات الجامعية ولكن بتكونوا أكثر صبرا ومعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبتشعروا بقوة العاطفة عندكم أحلام بالتواصل والاتصال وبالسفر بالدورات بالتعليم والقيام بمشاريع كبيرة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم تنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه بنك، ضريبة، تعمين، ميراث أشياء من هذا القبيل من جهة أخرى ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالمنزل بتزيد اهتماماتك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم في بيت الشراكة فعشان هيك اليوم بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم المالية أو العاطفية أو حتى ما بين الأزواج والأجواء مشجعة ولكن بدكوا تحذروا من الخلافات حاولوا أنكوا يعني ما توقعوا على عقود قبل التأكد منها بشكل جيد أو من محتواها مرضو بدك تبعد عن المشاكل والعصبية لأنك الحلقة الأضعف خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم التركيز على العمل وعلى الصحة فعشان هيك حاول أنك تنهض باكر ما تتهرب من مسؤولياتك اهتم بالأعمال وخصوصا الأعمال المهمة قبل الانتقال لعمل آخر عشان تتممه وما تضطر للعمل وقت إضافي لأنه اليوم بيتراكم العمل لديكم برضو بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قسط كافي من الراحة تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ما زالت الأجواء ممتازة جدا وبتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية أيضا ممكن تحصلوا على دعم معين خلال هذا اليوم أيضا فيه اهتمام بالترفيه أو بالهوايات أو التجميل وبوسعكم اليوم يعني تجربة حظكم بشيء ما مبتقوها علاقاتكم العاطفية ويعني فترة فيها نوع من أنواع البهجة والحضوض حتى على مستوى الأبناء والمنزل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز اليوم على البيت وعلى العائلة بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور تتعلق بالبستنة أو ديكور أو تغيير معين أو تصليحات وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة ولكن ممكن تظهر بعض العطال المنزلية اللي تأرقك شوي أو يعني تخليك متوتر اضبط عصابك وعادي مشيها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات حوارات نقاشات وعندكم قدرة على الإقناع إقناع الغير بوجهة نظركم أو أفكاركم ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وبتستفيد حتى بعلاقاتك أو من علاقاتك مع المحيط جيد هذا اليوم لتقديم الامتحانات أيضا والمقابلات والأمور اللي تتعلق بالسيارات أو الإلكترونيات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات المتصاعدة تعرف سهولة في أعمالك اليومية وممكن تحصل على أموال من أو أرباح مثلا الأموال ممكن تيجي هيبات دعم من عمل إضافي زي ما حكينا أو تسترد بعض الأموال اللي لك في بعض موليد برج الدلو ممكن يرتبوا فواتير أو التزامات قديمة أو مطالبات مالية اليوم بيكون مناسب لهذا الأمر ولكن زي ما حكينا الحذر من النفقات المتصاعدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وإنت اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل ووسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم تقضوا فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي اليوم أيضا أنتم ملفتين للانتباه للجنس الآخر وعندكم حيوية عالية جدا وممكن تسمع خبر كنت بتنتظره من مده هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء